بهذا الفيديو راح نبلش بمراجعة الحلقة الاولى الفعلية من السيزن الثاني لانمي قاتل الشياطين ديمون سلاير خلينا قبل ما نبلش نشرح نقطة كتير مهمة انه انت ممكن هلا تبحث على النت انه الموسم الثاني من قاتل الشياطين بيطلع عندك حلقة حلقتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وبيطلع عندك ثمانية فعليا الاحداث بتبلش من الحلقة الثامنة بدك تقلي ليش خلينا اشرح لكيها بطريقة جدا جدا مختصرة لحتى ما اخد من نقطك عزيزي المشاهد من بعد السيزن الاول طلع عنا فيلم قطار موغن اللي هو اساسا مكمل الاحداث فاجوا قالوا انه خيوا لعدة اسباب هذا الفيلم انتشر في اليابان فقط وكتير اريد انه هو طلع لبرة وهكذا فقرروا انه هن يبلشوا الموسم الثاني باحداث الفيلم انه هن ينشيلوا هالاحداث اللي صارت بالفيلم يوزعوه على شكل سباح حلقات وكنا نحن كمشاهدين موعودين انه ما نتفرج على سباح حلقات فقط اللي علاقة في القطار او في فيلم قطار موغن كانت ايا عبارة عن انه رح يكون ارك القطار او ارك قطار موغن منضاف له بعض التفاصيل اللي ما شفناها بالفيلم وانا كالشخص ما بعرف اذا انتم بتعرفوا انا عملت مراجعة الحلقة الاولى والثانية والثالثة اتوقع لارك قطار موغن بعدين طلعت هيك ما شفت اي احداث عبتنضاف فعليا ما فيه ولا حدث زيادة عن الفيلم فقلت لحالي ما ها اكمل مراجعة الحلقات لانه ضيع للوقت وانتو كمشاهدين رح اتملوا لانه ما فيه شيء فعليا اني نعمله مراجعة فلذلك وقفت انا مراجعة ارك قطار موغن لانه هو فعليا نفس الفيلم فمن بعد الحلقة السابعة يعني من الثامنة ونحن رايحين بقى كل يوم احد رح تطلع عنا حلقة جديدة هذا هو ارك الجديد اللي الموسم الثاني والهي البداية الفعلية للموسم الثاني وطبعا السيزن الثاني رح يكون مكوم من 18 حلقات اول سبع حلقات مثل ما انه هو ارك قطار موغن والارك الثاني اللي هنه نبقى ليداش حلقة ثانية رح يكون ارك المنطقة الترفيهية وانا بقى خلينا نبليش في مراجعة الحلقة الاولى الفعلية اول حلقة الثامنة من الموسم الثاني لانيمي قاتل الشياطين ديمون سلاير طبعا تبدأ الحلقة على نهاية الحلقة الماضي او نهاية الفيلم وقتل رينجو جو بيموت ومشوف ان الشيطان اللي قتل رينجو جو اللي اسمه اكازا بيحمل حوله بروح عند موزن جديدة اكتشفناها ورح نكتشفها لبعدين اولا نعرف انه اكازا هو من ثالث الرتب العليا للشياطين وقت اللي خلص الفيلم كان في سؤال ما تجاوب عليه فعليا انه احنا كنا متشوقين نعرف ليش الا وهو انه اكازا طلع فجأة عند قطار موغن اشي اللي طالعوا اشي اللي جابوا لهون فعليا في بداية هالحلقة منعرف فورا انه موزن هو اللي بعته لهنيك والمهمة الاساسية هي لموزن بعته لأكازا مشانا هي زنبقة الحنكبوت الزرقاء هلا هاي الزهرة انا ما لي متأكد صراحة اذا انذكرت في الموسم الاول ولا ما انذكرت انا بعتذر اذا هاي التفصيل ضاعت مني بتمنى تحت في الكومنتات اتصلحولي اذا انا غلطان ولكن حسب ما بتذكر حسب ما انه هيك صار هيك صار واخير القاتل الشياطين صار لفترة كتير طويلة فما بتذكر انه هاي الزهرة انذكرت في الموسم الاول وكلام موزن لأكازا انه هو امر يروح يدور على هاي الزهرة هو انه فعليا ما لهم متأكدين من وجوده اساسا هي شئوة كأنه سمعوا عنه او قرأوا عنه فقدوا روح يدور عليها انه ما لهم متأكدين من وجوده اساسا فانه هون في تفصيلة متى ما قلت لكم اتمنى تبت كومنتات تصلحولي اذا انا كنت ماني بتذكر او غلط في هاي المعلومة هل انذكرت هي في الموسم الاول ولا ولا واش فاقتها ولاش هي موجودة وهكذا هلا بقى خلينا نحكي على شخصية موزن اللي نحن من الموسم الاول منعرف سلف مدى قوتها وانه ما في حدا بيحسن بيوقف ضده على الاطلاق وبالذات انه في هذا المشهد من الحلقة هاي منكتشف لسه كمان شغلات قوية جدا جدا عن شخصية موزن ومنشوف مدى قوته اول شغل اكتشفناها عن شخصية موزن انه هو بيحسن بيغير شكله لانه بالموسم الاول نحن منعرف انه موزن انسان كبير وكان عنده ولد حتى وكان متجوز او عنده مرأة او هاللي هو ولكن خلال هالحلقة مشوف انه موزن هو ولد صغير فهو فعليا عنده قدرة غالبا انه هو يغير من عمره ويغير من شكله بحسن بتحول بثانية واحدة بيصير شيطان فهي القدرة هي اللي بتميزه وهي اللي بتخليه عنده قوة خارقة متل ما بيقوله فهون في نقطة كتير مهمة كمان شفنا انه هو مجرد ما فتح الكتاب او شق الورقة او عطى مثل هيك ردة فعل فاكازا اللي قدامه الشيطان اللي قدامه تقريبا رايش يموت الا شوي يتقطع جسمه صار ينزل دم منه لمجرد انه فقط موزن طلع فيه او وعطى هيك ردة فعل او هاللي هو فهون بيدل انه انسان قوي ما هو طبيعي ابدا رينغوكو كتير عزبه لاكازا في المعركة الاسطورية المعركة من اقوى معركات الانيمي رينغوكو كتير عزبه ده اكازا ولكن منشوف انه مجرد موزن ما حرك حاله فقط هيك كان رح يقتله لاكازا بدون ما يتحرك اساسا ما عمل شيء كان رح يقتله فهم فيه انضاء كتير مهمة انه نحن غالبا اللي رح يقتل موزن هو تانجيرو ولكن تخيلوا الشوط اللي لازم يقطعه تانجيرو لبينما يوصل انه هو يحسني نفسه او يوقف فقط هيك وقف قدامه بدون ما يضربه ويقتله هاك تخيلوا الشوط اللي لازم يقطعه تانجيرو تانجيرو اوكي في عنده شيء معين في عنده قوة معينة ولكن اطلاقا هو مجرد حشرة صغيرة حاليا قدام موزن عنده قوة جدا قوية موزن وصراحة انه من الموسم الاول كنت بشوف انه شلون ممكن تانجيرو يحسني نفس موزن او شلون ممكن هو اللي يحل الموضوع يرجع مثلا اخته ويساوية بشرية مرة تانية كان في عندي بعض التساؤلات لانه خلال الموسم الاول ما شفنا شخصية تانجيرو عب تطور ذاك التطور اللي نقول والله خيو ممكن ينافس موزن ما كان فيها ذاك التطور ولكن خلال هذه الحلقة اكتشفنا شغل كتير 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 مهمة هي اللي انا رجعت لي امل او قلت لحالي انه اوكي هون ممكن بقى تانجيرو يرجع قوة معينة يحسني نفس فيها موزن وهكذا خلينا نحكي عن هذا الموضوع تقنية تنفس الشمس بيروح تانجيرو على بيت رينجو جو عند اخوه وابوه لحتى يخبرهم في الرسالة الاخيرة اللي كان رينجو جو عب بيقوله انه وصلها لأخوي وابوي وهكذا هون في مشهد جدا جدا مهم صار بين شخصية تانجيرو وابوه لرينجو جو طبعا متل ما بنعرف انه ابوه لرينجو جو هو شخص كان هاشرة من زمان فجأة وقف بطا يصير هاشرة وقعد في البيت ولحد لان احنا ما بنعرف هذا السبب ومشوف انه هو متل ما بيقوله شمتان او كرهان ابنه حتى هو ميت كرهان ابنه وانه بيستاهل هو اساسا شخص صيء كان عم بيحكي كتير على ابنه وانه هذا صراحة يعني مشهد كتير زعجني متل ما زعج تانجيرو وهذا المشهد او هذا الكلام اللي طلع من ابوه لرينجو جو خلى تانجيرو ريحمل حوله ويهاجمه لابوه لرينجو جو هون ابوه لرينجو جو بيطلع هيك في تانجيرو بيقوله هلا انت لانه عندك تقنية الشمس بتفكر انه انت ممكن تحسن تضربني او تتفوق علي هون بيطلع هيك تانجيرو انه ايش هو هي تقنية الشمس ايش عابتحكي انت ايش هو تنفس الشمس ايش عابتحكي انت انا ما ليعرفين اساس ايش عابتحكي فابوه لرينجو جو بيطلع هيك على تانجيرو بيقوله انا من هاد الحلق او الاقراط اللي انت حيطه على ادنك عرفت انه انت تملك تقنية تنفس الشمس وبيقوله انه تقنية الشمس هي اقوى تقنية موجودة بين كل التقنيات او اساسا مو فيه انت عندك احيانا سلسل معين او فيه عندك انت هارم فيه على رأس لهذا الهارم شي معين على رأس هارم هدول التقنية فيها عنكن انتو تقنية تنفس الشمس من هاي تقنية بتفرعوا باقي التقنية لانه فعلا هيا هي اقوى واحدة من بينتهم وتانجيرو بيحمل هاي التقنية ولكن السؤال الالمهم شلون تانجيرو بيحمل هاي التقنية هو ما بيعرف على اطلاق انه انا عندي هاي التقنية ما احد اقل له انه عندك هاي التقنية نحنا كمشاهدين ما كنا عارفين على الاطلاق طيب شلون تانجيرو عنده هذا الشي من وين اجا شلون اجا هل كانت اساسا هاي التقنية موجودة عند ابو طيب الرقص اللي كان يساويه ابو فيه كتير اسئلة كتير قصص نحنا كمشاهدين بدنا نعرفها متل ما تانجيرو كمان هو بده يعرفه ويستشفها وانا برأي الشخصي انه السبيل الوحيد لانه يموت موزن او احرى يحسن تانجيرو ينافس موزن هي تقنية الشمس او تقنية تنفس الشمس ولكن لحتى يوصل تانجيرو عن تقنية تنفس الشمس لازم يقطع شروط كتير 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 طويل وطبعا بعد ما عرف تانجيرو ان هو يحمل تقنية تنفس الشمس زعل كتير والدايئ كتير انه انا عندي هايك تقنية ما احسنت استخدمها kidnappedان يخبر انه عندي هيك تقنية اساسا ما انا كد بكل بسطة بحسن انقذ رينغو بيوسطتها ولكن لاني انا ما بعرفها. فهزعلي كتير على حاله. بلش يرجع يتدربوا هكذا. ومنشوف انه صار في عنا مرور زمني اللي هو اربع شهور. بلشوا كلهم يتدربوا هكذا. ومنصل القسم الاخير من الحلقة. منشوف انه تانجيرو بيروح بيقتل الشيطان. وفعلا من بعد دول الاربع الشهور من بعد التدريب اللي عملوه. منشوف انه تانجيرو فعلا تطور الى حد ما. سواء حركته سواء اطلو او ضرب الاولى. بعدين لفوا فورا ضرب الثاني للشيطان. فبطريقة ما بتشوف انه تانجيرو بتحسن فيه تحسن يعني الى حد ما تقريبا بس انه ان شاء الله خلال الموسم نشوف التطور اكتر واكتر لانه من اهم اسباب انه المسلسل في الموسم الاول او اهم نقاط الضعف اللي كانت موجودة في الموسم اول عدم تطور الشخصيات الرئيسية بالشكل الكافي انك انت مثلا متل ما اتلكون اواشي انه يواجه موزن وهكذا. فاتمنى انه يصيل فيه تطور في الشخصية وكل الشخصيات بشكل العام في الموسم الثاني. الهاشيرا اوزوي هو اللي راح يكون موجود معنا في ارك المنطقة الترفيهية واللي طبعا راح يكون تانجيرو رفقاتو تابعين واللو راح نشوف بقاش شخصية ونتعمق فيها خلال هذا الارك بطريقة ما راح يتبلش بقى الاحداث الحلوة لمنطقة الترفيهية متل ما بيقولوا منطقة حلوة فيها شياطين وضربوا وقتلوا وهيك فمن الحلقة الجي طبعا احباليش هذا الموضوع فبطريقة ما انا بصراحة تم متفائل في السيزن الجديد او الارك خلينا نقول ارك المنطقة الترفيهية متفائل في كتير ان شاء الله النقاط اللي كانت ناقصة في الموسم الاول يعودوها في الموسم الثاني على اني انا كتير مزعوج من ارك قطار موغن انه هنين فقط الفيلم اتما هو حطوه فقط على سبع سلح حلقات ما حطو اي تفاصيل زيادة ولكن انا متفائل في ارك المنطقة الترفيهية لانه فعلا عم يشتغلوا عليه صلاة لهم فترة طويلة وبالذات انه كتقنيات كتصوير ككذا في كتير شغلات فعلا تحس انه متطور في شغلات محسنة عن السيزن الاول وحتى عن الفيلم فبطريقة ما ان شاء الله هذا الشي يكون واضح لنهاية الارك هيا كانت مراجعة اول حلقة من ارك المنطقة الترفيهية اذا حتوكم هاي الحلقة حطوا لايك على فيديو تحت في الكومنتات رأيكم عن الحلقة ايش تتوقعوا يصير احداث وهكذا اذا حتوكم كمان هذا الفيديو يعني تنسوه تشتركوه في القناة رح يدعمني هذا الموضوع معنا وينجدنا كثيرا هذا اشتركوه في فيديو اليوم من شكو حياتك جي سلام عليكم